السلام عليكم. في هذا العرض هدا عن تعرفوا كيفية الإجابة على السؤال اللي كيكون عندكم في التمرين للمسألة في الوطني. هاد تحديد إشارة الدلة كتحتاجوها في الجزء الأول من المسألة غالباً. وفوقها شكين نفهمو أنه نخصاً حدو إشارة الدلة. تحديد إشارة الدلة كيجي جد سياغد لأسئلة. السؤال الأول كيقدر يكون على الشكل التالي. يقول لك بيين أنا وكيعطيك شي واحدة من هاد الأربعة. بين أن F2X أصغر قطعاً من سافر ولا أصغر من أو تساوي سافر ولا أكبر قطعاً من سافر ولا أكبر من أو تساوي سافر على واحد المجال اللي هما كيعطيوها لك مجال إي. نفس الشيء كتسمك أن حدو الإشارة إذا تطرح لي سؤال بطريقة أخرى هو يقول لي حدد إشارة F2X على المجال إي. هاد وجود الأسئلة عنده من نفس الإجابة. دبحنا باش نبغيون نحدو الإشارة ديال الدلة. فنقدرون نحدو الإشارة دها الدلة انطلاقاً من جدول تغيرات أو من منحانة. حد الأن في الوطنيات تعطيو لكم من جدول تغيرات وتعطيو لكم أيضاً حتى من منحانة. اللي قصني هنا قبل ما نبدأ هو أننا الإشارة للدلة ما عندها علاقة بإشارة الشيخاق دياله الشيخاقته ما كتعرفه هو كيقول لي عيوش الدلة تزايدية ولا تناقصية ولكن أنا ما كنقول لكم إشارة الدلة يعني بغينا نفهمه أنا أنا سبق لي وقلتكم بأن F2X كتكون هي الأراتيب بغينا نفهمه فوقش الأراتيب عندنا سليبة فوقش الأراتيب عندنا مجابة إذن نبدأ أولا عن طلقو نحدو الإشارة انطلاقا من جدول تغيرت جدول تغيرت كي نحالت عن مشي كل حالة على حدة إذن عمده بتحديد إشارة الدلة انطلاقا من جدول تغيرت دياله عمده بالحالة الأولى الحالة الأولى هي إذا أعطوكم جدول والدلة فيه تقبلوا قيمة قصوة وغاديتشوفوا أمامكم الجدول إذن كما كتشوفوا هاد الجدول أن الدلة عندكم تزايدية من ناقص ملا نهاية ناقص واحد وتناقصية من ناقص واحد كما تشوفوا في حل الجبل المرسوم القيمة هي نقص 4 بمعنى أن هذه الدلة لديها قيمة قصوى إذاً أنا بما أننا هناك طريقتين واحد طريقة هي بسيطة جداً هي عندي لكم الطريقة الأولى وأفضل أنكم تستخدموها في الوطن لأن الوقت تكون تلاب على الوقت والطريقة الثانية اللي يبغى اللي ما نسى شعيقه الفخرة يستخدمه ولكن يعدده شي حاجات الوقت عمده بالطريقة الأولى الطريقة الأولى كتطلب منك أنك فقط تقول له حسب جدول تغيرات لدينا F-1 قيمة قصوى للدلة F2X على R حيث كما كتشوفوا هالجدول تغيرات اللي قدامي الطبقة ديال الفقانية فيها من ناقص ملانية زائد ملانية يعني إحنا خدمين R كاملة وأنا ناقص واحد الصورة ديالة هي ناقص أربعة لك شكتبنا F-1 قيمة قصوى للدلة شنه معنى قيمة قصوى إذن أنا مهما شنه ما بغي يكون X من R دائماً F-X ستكون أصغر من أو تسوي F-1 وبالتالي نطف الكيت السطر الموالي عود F-1 بالصورة ديالة اللي هي ناقص أربعة وبما أن أنا مكبورة بواحد القيمة اللي هي ناقص أربعة إذن أنا بدرع مني سليبة إذن كنقدر نستنجو أن F-X أصغر قطعاً من صفر مهما يكون X ينتمي إلى X هذه أسهل طريقة وأنا ما فيها بس نشوف نوريكم طريقة ثانية وأنا كنقول لكم في هذه الحالة يكفي تكتبوا هذه كجي أسهل إذن طريقة ثانية طريقة ثانية هي كننظر نخدمه كل مجال على حيدة يعني عمشي نخدمه من ناقص ما لا نهاية ناقص واحد هذا المجال اللي كتبت لكم كنرده إنيكواشيون كنرده عندي هنا معناته أن X أصغر من أو يساوي ناقص واحد وكان بشي وكان هدرو بما أن الدلة تزايدية على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد فأنا فحل عن نض ديك X أصغر من أو يساوي ناقص واحد فحل عن نض أنا اللبس لهم الفونكسيون ما كتكون الدلة تزايدية بجوش بهم كنديرولهم الأف بلا من بدلوا الرمز على كش ديره لكم بالأخضر إذن عنا F-X أصغر من أو يساوي F-1 وبالتالي سطر الموالي F-X خليتك ما هي وفي ناقص واحد عودت بناقص أربعة كانت سنتج أن مهما يكون X كنت من مجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد عندي F-X ساليب عمشي ونكمله لأن نحن أخدمنا شاء الله وحيد جزء عمشي بجزء الآخر على المجال ناقص واحد زائد ما لدينا مهما يكون X ينتمين ناقص واحد زائد ما لا نهاية هذ الكتابة لي كانت تبخصني ردة كما شفت هنا أردتها هي X أكبر من أو يساوي ناقص واحد هذيك المجال كتبناه بلست مكتوب المجال بدلنا طريقة فقط هنا في هذا المجال كما كتشوفوا عندكم تدلة السهم هود يعني الدلة تناقصية على هذا المجال وإذا كانت الدلة تناقصية ما كان بغون نديروا لهم جوج بهم F الرمز كيت تقلب يعني كان أكبر من أو يساوي عرجاء أصغر من أو يساوي وبالتالي عن عوض عد جعلي F-X أصغر من أو ساوي ناقص أربعة بمعنى أن F-X أصغر قطعا من صفر ساليب قطعا وده بهت جدا للحاجات اللي حصلت عليهم كيعطيوني أنني ردت البال من الأولي أخرج أن من ناقص ما له هي ناقص واحد أصغر قطعا من صفر الدلة ومن ناقص واحد تنزيد ما هي أصغر من صفر إذا نستنتج أن مهما يكون X ينتمي إلى F-X أصغر قطعا من صفر كما كتشوفوا الطريقة الثانية طويلة ولكن حصلنا نفس نتجة لذلك أفضل الطريقة الأولى عن تقلو دابا نا المثال الأخر اللي هي تقبل قيمة دنيا نشوفوا نفس الشي الحالة الثانية أن الجدول ديالي كنلاحظوا أنها تقبل قيمة دنيا قيمة دنيا كما كتشوفوا هنا الدلة ديالنا عندنا في حال الحاجة التحت هذه الحاجة هي واحد بمعنى أن الأراتيب ما كيهودوش أصغر قيمة عندهم هي واحد كنقولوا هنا بأن الدلة تقبل قيمة دنيا هذه القيمة هذه الدنيا كنت نستخدمها في الطريقة الأولى كنتجينا أسهل طبعا إذن حسب جدول التغيرات لدينا أفدو ناقص ثلاثة قيمة دنيا للدلة أفدو إيكس على أغ ومن بعد كنكتبوا إذن مهما يكون إكس كانت من أغ إذن أفدو إيكس دائما أكبر من أو تسوي أفد ناقص ثلاثة عدت في السطر المواولي اللي كنعوض أفد ناقص ثلاثة بالصورة ديالا اللي هي واحد وبما أنني أنا كبيرة من واحد إينا أنا أكبر قطعا من صفر أنا موجة با قطعا ومن هناك نستنج طبعا نفس الشي اللي ديرت قبيلها بلاس طريقة الأول اللولة إذا بغيتوا الطريقة الثانية عندكم راحة ديالكم تقدروا تتبعها بنفس المبدأ يعني أنا أقول هنا معكم عندنا من ناقص مالا نهاية ناقص ثلاثة إقلبنا هذا الأنتغفال الكتابة أخرى اللي هي إكس أصغر مئة وسعوية ناقص ثلاثة عندنا الدلة من ناقص مالا ناقص ثلاثة تناقص يا حسب جدول التغيرات إذا معا نبغي اللبس لهم الأفعيد تقلب الرمز على الكتابة اللون الأحمر مش تردو بالكم ومن بعد عوض كجي إفدو إكس أكبر مئة وسعوية واحد بالتالي كنستنتج أن في هذا المجال الدلة ديالي عندي موجبة نفس العمل هي عندي روها في الجزء آخر للمجال إذا ناقص ثلاثة زايد مالا نهاية رديت هي إكس أكبر مئة وسعوية ناقص ثلاثة بما أن الدلة تزايدية على هذا المجال فأنا معا نبغي اللبس لهم الأفعي يبقى نفس الترتيب نحصل على إفدو إكس أكبر مئة وسعوية واحد إذا نستنتج أيضا أن في هذا المجال الدلة ديالي عندي موجبة إذا من هذه الجد الحاجات كانت تستنتج أخيرا أنها أكبر قطعا من صفر مهما يكون إكس ينتمي إلى إخ إذا هذه الحالة الثانية حالة الثالثة هي سيدي دعطونا الدلة دينا رتيبة قطعا ورتيبة قطعا كنقصدو تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا أنا خدمتكم كل واحدة بوحدة باش ما تقولوش ما درتكم تاميتا إذا عنا هنا عنا شي خدمو تزايدية قطعا الجدول كما كتشوفو ردو البلد دل هنا سهم واحد يعني هي عطالة تزايدية هنا أي أول حاجة خصتكم في حال الجدول ومك يعطيوها لكم في الامتحان ضروري يعطيكم وحيد الإشارة ويقولوا لكم تأكدنا أن الصورة ديال الحاجة كتساوي سفر نقطة الأولى يجب تحديد العدد التي تكون فدو إكس فدو إكس عددك العدد تتعدي 0 سأعطيها لكم هنا معطف تماريناكم يعطيكم لكم إذن هنا يعطيك أن فدو أربعة تتعدي 0 إذا أعطيتك فدو أربعة تتعدي 4 فبالتالي إذا كانت قدر هذه الجدول تعملوا و تزيد لو فيها بالدلت ردوا البر ردتك هنا أربعة و الصورة ديالة سفر فوسط السهم ودابيه كان قدرون هدروا هنا عن قسمه الشغل شغالين ديره اخدمه من مجال ناقص ملاياتان 4 اذا عندي من ناقص ملاياتان 4 اكس اصغر من اي ساوي 4 وبما ان الدلة تزايدي على هاد المجال اذا مع اللبس الاف عبقى نفس الرمز انا عوض اف داربعة بالصورة دياله اللي هي صفر وبالتالي انا حصل ان افدو اكس اصغر من او تساوي صفر على هاد المجال نفس الشي عمشي نكمل الخدمة في الجزء الاخر اللي هي عنقل من اربعان زائد ما لا نهاية طبعا كنقلب المجال الكتابة وعنه ردو اكس اكبر مية او ساوي 4 في هاد المجال ايضا عندي الدلة ديالي تزايدية اذا مع اللبس الاف عبقى نفس الترتيب وبالتالي اف دو اكس اكبر مية او ساوي اف دو اربعة وعنه نعوض اف دو اربعة بصورته هي صفر اعطي جيلي اف دو اكس اكبر مية او ساوي صفر اذا انا عندي اف دو اكس اكبر مية او ساوي صفر على هاد المجال اربعة زائد ما لا نهاية اذا كم ما كتشوفو هنا رأينا هي سالبة من ناقص ما لا نهاية أربعة وموجبة من أربعة زائد ما لا نهاية هنشوفوا المثال الأخر ديال تناقصية قطعا ما تكون تناقصية قطعا الجدول هيكون كالآتي النفس المراحل للإجابة يعني أول حاجة خصني ضروري نوجد شكونوا هد العدد للصورة دياله صفر أغلبية كأتيوها لكم في تمرين كأقول لك تحقق ولا أحسب إذن أنا هنا يا نفس الشي أعطيكم فت أربعة كتساوي سير ها بدلت الجدول ديالي حطيت أربعة سيرو هنايا كنقسم الخدمة ديالي على جود المجالات أنا نعتبر من ناقص ما لا هي تناقصة إكس يعني أصغر مية أو ساوي أربعة الدلة هنا هي عندي تناقصية ما كتكون دلة تناقصية وكنلبس الأف من ذيك المتفاوتة اللي عندي الفق أترجع إفدو إيكس والرمزة غادي تقلب إفدو إيكس أكبر مية أو ساوي إفدو أربعة وإفدو أربعة عندنا هي سيرو إذن عودت بالتالي يصبت أن في ذيك المجال دلة ديالي عندي مجابة عن مرور الجزء الآخر اللي هو من أربعة ساوي إذن ما لنهاية طبعا رديت متفاوتات إكس أكبر مية أو ساوي أربعة دلة عندي أيضا تناقصية إذن الرمز من عالبس لهم الف الرمز غادي تقلب وبعد التعويض حصلنا أن إفدو إيكس أيضا هنا ساليبة الحالة الأخيرة اللي عدرتكم هنا بصفتين عامة اللي هي الحالات الأخرى حالة أخرى شني كنقصت لك واللي هي ثم أغلبية كيشيكم الحالة السابقة ولكن ما فيها بس نشوفه وجيها إذن مثلا إذن هذه الشدول كما كتشوفه رهنايا ما هي تزايدية قطعا ما هي تناقصية قطعا ما هي إذن شني عندي هنا أنا هنا تقدر تعترض على هذه أول حاجة كما قلتكم ضروري أنكم تشوفوا شكنو هاد العدد اللي فيه كتن عدم الدل وأنا أعطيكم نفس المثال وعنقولكم أن إفدو أربعة كتساوي السفر من بعدك نحط هنا بدلت لجد ورديتوا هيدا وهنايا كتبقى تينو كيفاش بغيت تجعو بغيت تخدم تقصم أنا كما ديرت هنا في هذا المثال عن قصم من ناقص ملايين سنجوش حيث تسمك هي عندها قيمة قصوى ومن نشوش نزائد ملايين هي راتابة يعني في حال ذاك شي اللي ديرناها سابقا هنا يجد النوبة غديدة إذا نعنوض هنا من ناقص ملايين سنجوش عندنا إكس أصغر ميا أو سوى إثنان حسب جدول التغيرات عندنا إفدو ناقص خمسة قيمة قصوى للدلة إفدو إكس على ناقص ملايين سنجوش إذا نقدر نكتب أن إفدو إكس أصغر ميا أو سوى إفدو ناقص خمسة بعدما نعوض إفد ناقص خمسة بالصورة ديالا اللي هي ناقص جوش إذا إفدو إكس أصغر ميا أو سوى ناقص جوش معنات أن إفدو إكس ساليبة طبعا إذا في هذا المجال عندي الدلة ديالي ساليبة عن مشي نكمل الجزء الأخر اللي هي من المجال جوش أربعة إذا إكس محصورة بين جوش أربعة كما كتشوفوا رديتا المتفاوتة يعني إكس مؤطرة بين جوش وأربعة حسب جدول تغيرت عندي الدلة تزايدية إذا تزايدية عن قدر اللبس لوم الأف كاللبس لوم الأف كيبقى نفس التارتي سترجع لي إفدو إكس محصورة بين إفدو جوش وأفداربعة إفدو جوش هي ناقص خمسة وإفداربعة هي صفر طيلا أقل من هنا كنستنجو أن إفدو إكس أيضا ساليبة في هذا المجال جوش أربعة إذا ردوا البل من ناقص ما لايتان ناقل التانجوش قبيل أصيبناها ساليبة ودبا من جوش أربعة أيضا ساليبة نكملوا بالجزء الأخير اللي هي من أربعة زائد ما لا نهاية عندنا الدلة أيضا تزايدية أعلب بسلوم الأف كيبقى نفس التارتيب بعد جي إفدو إكس أكبر من أو ساوي إفدو أربعة وعنعودوا إفدو أربعة بصورة ديالة اللي هي الصفر إذا في الأخير هنحصلوا أن إفدو إكس مجابة هاد شي هذا اللي دو أستنتجنا منه الحالتين التاليتين إذا عندنا مهما يكون إكس كين تمي من ناقص ما لا نهاية تانا أربعة إفدو إكس عدنا ساليبة انطلاقا ندك شي اللي دو أستلكم ومن أربعة زائد ما لا عندي الدلة ديالي موجابة أخر حاشة بقتلي في هاد العرض هاد التطبيق هذا هنخلي لكم هدي عندكم الدورة العادية ديال الفين سبعتاش واستدراكية على ما أظن ديال الفين ستاش هادو لكم تسليلكم تم تخدموهم بنفس المبدأ باش تشوفو شني كي يكون عنا نكمل دابا هادا تم تخدموه اللي بغاي يجاوبوا طبعا على راحته ودابا غادي نكمل ما تبقى الإشارة عكيفش كنحدوها إذا كان عندي منحانة إذا كان عندي منحانة الحاجة اللي يخصني هنا هاد المنحانة ديالي يخصني نمشي نشوف هاد المنحانة فوقش هو يوجد فوقها محور الأفاصيل إذا محور الأفاصيل هو يعني السيرو إذا فوق منه موجب تحت منه ساليب إذا إحنا محور الأفاصيل كما كتشوفونا عن اللي قولكم هاد اللي لونتم بالأحمر هما التروفة ديال المنحانة اللي هما جوا تحت محور الأفاصيل يعني هنا يا أفدو إيك ساليبا أراتب ديالهم ساليبا طبعا إذا هنا كنشوفو بعد ما كنلونهم كنشبار نقرأ المجال وردوا البال من جهنية جد الطروفة يعني جد المجالات يعني من ناقص خمسة صفر ومن ثلاثة خمسة وهذا هو المجال ديالي ناقص خمسة صفر وثلاثة خمسة أنا ديرتهم قطعا باش نقول أنا أصغر قطعا بلا ما نخلي أو تساوي إذا حاجة تانية عنا مشيو شوفو دابا فوق شيوجد فوق فوق هي يعني من فوق محور الأفاصيل عن لونه باللون أخضر كما كتشوفو عندي ثلاثة الأجزاء نيار ديال المنحانة إذا عيكونو عندي ثلاثة ديال المجالات هاد المجالات طبعا حيث أنا المنحانة ديالي ما ديراله شي شي نقطة في الأخير دياله من ناقص ما لا نهاية نعتبره تن ناقص خمسة ثم من صفر تن ثلاثة ثم من خمسة زائد ما لا نهاية إذن ثلاثة ديال المجالات ومن بعد إذن عندي هنا واحد الخطأ خ義لا هديك من خمسة زائد ما لا نهاية مشي من ثلاثة زائد ما لا نهاية وبالتالي كنقدرون نكتبه في الأخير هذه كنكتبه بأن الدلال ديالنا عندنا موجة سليبة من ناقص خمسة صفر اتحاد ثلاثة خمسة وهي موجبة من ناقص ما لا نهاية ناقص خمسة ثلاثة وخمسة أعتدر على الخطأ تمك 5 زائد مالا نهاية وأيضاً أترككم على هذا التطبيق الذي هو عود ثاني عندكم نضم الدورة استدراكية 2017 على ما أضل إذاً هذا نجلكم في دورة استدراكية 2017 أتمنى أن تخدموه بنفس المبدأ وشكراً على المتابعة